مواصلة في ذكر القسم الثاني من الناس وهم أهل الآخرة وذكرنا أن لهم في هذه الآيات ثلاث صفات الصفة الأولى الإخلاص لله تعالى أن يقول العبد الأقوال التي ترضي الله سبحانه وتعالى أن يقولها مخلصاً لله ليس رياء ولا سمعة ولا يريد عرضاً من عرض الدنيا الزائل ومن أراد الآخرة ثانياً وسعى لها سعيها وذلك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وذلك باتباعه باعتقاد ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقوم بالعبادة كما قام بها النبي صلى الله عليه وسلم لا بالبدع وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقي وفي معاملات فهذه أربعة أمور العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات الأمر الثالث والأخير قال وهو مؤمن مؤمن يعني على العقيدة الصحيحة زول عقيدة صحيحة والآن الناس البكوركو زي زول القبال دا دال في النهاية الطرق دي أفسدت على الناس عقائدهم شفت الطرق الصوفية بشتى أنواعها أفسدت على الناس عقائدهم من العقيدة الصحيحة أن تعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى الدليل قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون الغيب ما بيعلم إلا الله سبحانه وتعالى الصوفية ديلا اللي نحن قاعدين يتكلم فيهون وكثير من الناس الموضوع دماء هامي بل الأتاء والأمر أن بعضهم يدافع عن هؤلاء المتصوفة يجهل أن هؤلاء يخالفون هذه العقيدة الصحيحة والله تلقى ما عارف أن الناس ديلا بيصل لعقائد منحرفة واكتباه في كتب ده كتاب من كتب الصوفية اسمه الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان في أولية وفي صالحين لكن ما بتاعين الصوفية ده دجالين زي كذابين كذبة والله يخشوك زي تمشي المرة راح منا دهب تمشي للفكيه أبوي الشيخ شوف ليه دهبي وين دهبي رايح هو الشيخ ذاته رايح ما لاقي الدرب الشيخ بالقلق دهب أنت ما بتفهميه والله الله قال في القرآن وما كان الله ليطلعكم على الغيب وأي مرة تمشي لدجال ولا رجل تمشي لدجال ويعتقد تمشي له ده في النهاية على خطر عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا وفي رواية أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد أي صلى الله عليه وسلم طيب الكتاب ذا كتبوا محمد ضيف الله ابن محمد الجعل المولود بحلفاية الملوك هنا قريب الحلفاية بهين بالشريك هنا طيب قال صفحة 116 من الكتاب ذا ده أريد أوريك أنه الدرويش دقبل بكورك ساي وما جايب الخبر ما جايب خبر بسرخ ساي ما فا يمشي وشيخة قال شيخ بألم الغيب أنت ما جايب خبر طيب قال صفحة 116 وقال الشيخ دريس درجات الأولياء على ثلاثة أقسام ده كتب ساي قال كبرى ووسطى وصغرى قال الأولياء تلاتة كبرى درجة كبرى ودرجة وسطى ودرجة صغرى عليك الله شوالك يضب ده قال فالصغرى أصغر أولياء قال فالصغرى أن يطيروا في الهواء أبوك الشيخ بطير يا أنت قاعد معه بعد شواء بأخذ له طيرة أنت قاعد معه شتعاربوا الناز بكذبوا قال أن يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء التراكب المركب والسفينة ودبال لسايف الموية ما شي ساي ولا بغرق والله لخبت ساي قال وينطقوا بالمغيبات الحاجات الغيبية بانطقوا بيها والله قال في القرآن وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة مش الأولياء على الملائكة عديل كريم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين الملائكة قالوا شنو قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فالغيب ده ما يعلم إلا الله وعزه لغشك يقول لك الشيخ في قبره بعرفك التبرب تعمل شنو والشيخ من محل هناك بعرف الرايحة وين ده كذاب دجال أفاك ما بيعلمي شي والله الذي لا إلى غيره الغيب ده تكون على عقيدة راسخة إن الغيب لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال جل وعلا قال والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون وهذا مقام دفع الله ولده قال دي درجة برضه في الصوفية الوسطى قال يقول للشيخ كن فيكون الشيخ يا ناس في مسلم بصدق كلام زي ده زول يقول للشيخ كن فيكون وقال ده مقام دفع الله ولده كمان ده بقول للشيخ كن فيكون الله قال في القرآن سبحانه وتعالى إنما أمره الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ده الله سبحانه وتعالى شاء تعرف الصوفية ده الناس ده الجالين ما يغشوك شاء الله النوباتك شلو كشلو وسار الليل للقرض قرش قال لك أقرش القرض منويته إنت ذاتك بتاكل قرض ليه بتاكل لك حاجة سمحة سار الليل للقرض قرش ماهو الحبوب ماهو الأغبش عنده حصانة ما بتفتش كهربت العالية بتحركتش هسي ده دين ولا كهربة ده في دين بكهربة والله قال دخل بلياء طلع كيكي هو شنو أنا ذاتي ما عارفه دخل بلياء طلع كيكي الشباب قاعدوا يضحكوا ما كلام فارغ والله دخل بلياء طلع كيكي ماهو الفجلو ماهو البانبي هسي ده دين ولا ملجة والله اللذي لاي لغيره يا أمه الناس ما تباري الدراويش ديل والله تباريون تصدق ايشه خليك زول حر موحد عقيدتك في الله صحيحة ماهو تغسش يا أختمش تبروك لك لي شيخ وتغسل لك ورعيو وتجيب الإبريك تملاو وده زمن باريك ده زمن بتاع باريك المواثير شغالة المواثير كثيرة ذاته نزال الله الحافية ده رلاها باريك شغالين يا أخي شايل واحد شايل لي بريك زي لوري الهوستين ماشي وشايل لي بريك وماشي كرعامة غبشات إنت ده دين بالعباريك تغسش الأمة كإذنة ملك قال والكبرى قال هي درجة القطبانية تبقى قطب قال قال وقال الشيخ بلل شيخ اسمه بلل تباري بتبقى ماريك والله الذي لا إلى غيره قال الشيخ اسمه بلل مين هنا بورطك والله ده بلل عديل يا ناس ما لهم البلل وشلل طيب قال وقال الشيخ بلل الشيب ولد الطالب قال شنو والله قال لكلام كعب مرة واحدة قال اسم ابوه دفع الله هو اسم الله الأعظم عديل كذلك هذه صبحة مية وستاشر اسم ابوه دفع الله هو اسم الله الأعظم وده من أعظم الضلال والله قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير قال وكان إذا كتب حجابا حجبات يربي سؤال الناس وكان إذا كتب حجابا كتب فيه جميعه دفع الله في الحجاب بيكتب دفع الله وما في حجاب في الدين أبوه شي ما في حجاب ما في طفل يلدوه يلبسوا له كمون ده هو الساي والله أولاد الخواجات دي الوجيين لم لبسينهم كمون ولا يشي إنت تلقى ولده مريل وماكل له خدرة بايته وصدره ملام بلاوي ولك لبسوا كمون ليه ولك والله يبيد دعين وده بيد دعين ذاته وغلدك ده ده بيد دعين تبتلع بياغي والريال تكابه وتلقى ملبسوا كمون أنا ما أعرف كمون ده ليه هو الساي كمون بيحفظ وتلقى حرامي شي في تسارق لا شوال بتاع كمون من مخزن شوال تلقى كمون سارقه وبال لي ماشي تجي تلبس له كمون صغيرة قدرة السفة كذي ده بيحفظ يا ناس ده فهم شنو يا ناس ما في كمون بيحفظ اللي بيحفظ الله والله زول يقول أشهده اللي إله لله وما عارف لسه البحفظ منه قال تعالى في سورة يوسف فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وقال تعالى في سورة الموضعين في القرآن في سورة الأنعام وفي سورة يونس في سورة الأنعام قال تعالى وإن يمسسك الله بضر شوالكلام ده واضح كيف وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير دي في سورة الأنعام هناك في سورة يونس قال آخر الصفحات قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم شنو تلبسه كمون وحجاب حجاب بتاع سكين قال والصحابة طعنهم في المعارك تجد قول لي حجاب حجاب بتاع سكين قال تلبسه سكين ما بتخش فيك ما شغل بتاع دجل كذا جيبوا وجيبنانا شبه السكين لي ما تخش فيك جيب لك تصديق وتعال جيبه أنا بقرأ لك أيها الكرسي شفت شياطينك دي شد بالطيل والله كلها لخمة يا أغ قال حجاب سكين وحجاب بتاع طلق والله واحد في كافوري عقيد في الشرطة ذو واحد لابس حجاب نغشته في المسجد أزول العقيد ده جا قاعد معانا بإحضر في النغاش قال ده قال والله تلبس حجاب قال الطلق دي تعمل لا كذي كر كذي قلت لي ما تأذنه ولا تقرأ هاية الكرسي هاية الكرسي شفت أنا حجاب كده يشتغل قام العقيد ده قال لي والله أنا مشاهد قال لي ومأمورية معاي واحد زميلي قال لي قال لي شهنا الحرب قال لي زميلي ده لابس حجاب حجبات وانا قال فاضي ساهم قال اول ضرب جاد زميلي ده انترم فيها طوالي مات بحجابه تل بقمارك وانا قاعد ما في حجاب قال لي يا ناس وقال لي ما أجل تمه وطيب وكتجل تمه ده فائدة شنو زي بتاع النقطة داك وكتجل تمه ده فائدة شنو انت ده انا احنا دارين شي يوقف العجل لو بتقدر ما بتقدر يا زول اول ساي حجابه هنا حجاب بتاع سكين قال حجاب بتاع طلق وحجاب بتاع رزق تلقم فلسة الشيخ ذاته لا الظهر ما فطر الشيخ اجعان تقول لي فطر طيب يقول لك لسه وده حجاب شنو حق رزق وده بيشتغل متين ده وكتله لا الظهر ما فطر ده بيشتغل متين باقي ليك يا ناس هو حجاب رزق يبيعوا ليك في راكوبة وقتلحة طباة تحت ويجيب لك الريزق يتجد تسوي حمارات وقال نصر شغال ما يلبسه هو براه جاي جايب ويبيع في السوق شنو جاب رزق وحجاب بتاع محبة تلبسه قال البنات يريدوك عليك الله ده دين ده وبنات دين ده حجاب دين بي مازا بيبقى مازا بعد مازا ده راتلين حجاب دين يا اخي وانا سساي كطب ساي كطبه علين وانا بحبك وما قادر ما بعرف انوم والنجوم وشنو ما بعرف وقوم وانا بعدين اززوج وبعد شوية يلف سورو وولاد الماء يقوم كتره والله يستر يا ناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم والجبلة الاولين ياخذ ذي لخبة والذي رفع السماء الناس تعظم الله تعالى ما في حجاب بتاع محبة والاغي الله قال في القرآن هو الذي ايدك بنصري هو الذي ايدك بنصري وبالمؤمنين وأنف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أنفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم البهلف القلوب دي ما حجبات بهلف القلوب دي الله سبحانه وتعالى والله الذي لا إلى غيره فالذلك ده كله هوس ده بيجنبه ده كتاب الطبقات صفحة مية سبعة وتزيين جائب لقصة غريبة جدا شتعرف الصوفية ده ده راوش وخشوك ساي باسم الدين لا تبقى صوفي لا نصار سنة لا أخو مسلم لا حزب أمة لا أي شيء أبقى مسلم وشوك دربك بس خليك مسلم مستقيم بس وشوك دربك ما تبقى مع أي جماعة خليك حور بس موحد تبعى الرسول عليه الصلاة والسلام حافظ عليه صلاتك وأبعد من المعاصي وخليك زول تقي وشوك دربك ما بشيء طيب سبعة مية سبعة وتزيين ده كمان بتكلم مع الدبرك ومدعشوشة ده شيخ الله بتونس مع الطير حديل قال اسمه موسى بن يعقوب الفضيل الوثيقي أما وأبا أها أمه اسمها مرجب ريحانة يا هنينما دارين القصة جاب لكم أبو ماشي طيب أو أم باشا قال ووقعت له كرامات وخوارق عادات الشيخ عنده كرامات شوه الكرامة دي دي كرامة طيب قال منها علمه بمنطق الطير الشيخ بيعرف تكلم مع شنو مع الطير أها قال ذات يوم هو جالس والمشاط يمشط رأسه شعر كثير المهم هو اللي غايته عنده مشاط بمشط لي في راسه بعدين وقاعد جالس شوه القصة دي والله الصوفية دي اللي بصدقه كلام وتبقى صوفي بتصدق أي شي تصدق طير بتتكلم مع الشيخ وسحلية متبرية وفارعاق بوالديه وكديسة بتشرب مريزة حاجات كثيرة الصدق طيب قال والمشاط يمشط رأسه قابلته طيرة بكوة البيت الكوة ازاي الشباك دي المافيا من ايضال فبيغادي في طيرة قال ركت في الكوة قال أها قال فسكسكت فسكسك هو لها القبال بيسرخ ده ما قال الكلام ده قال الطيرة سكسكت الشيخ مش مفروض يواصل في تسريحه ده قاعد يسكسك مع الطيرة هي تسكسك وهو يسكسك أنا ماذا رأي وريك عملها كيف لكن تعارفة بعدين قال فسكسكت فسكسك هو لها فطارت الطيرة دي بيجت مارقة بعد تمت السكسكة مع الشيخ قال ثم جاء الطيرة أخرى فلما قابلته سكسكت فسكسك لها فقال له المشاط مشاط اتكلم معاه قال ليسألتك بالله الذي لا إله إلا هو الطيرة إن قالت لك وأنت إن قلت لها المشاط بدل يبقى مارق يعرف شيخ ده مدروش قاعد يزهل فيك قال لا يا شيخ أسألك بالله الطيرة دي إنت قاعد تسكسك معاه قلت لها شنو قاعد لك شنو شو على قلت دراويش دي قال قال ده الشيخ رد ليه داري شرح له السكسك القبال دي قال امرأة مع زوجها وفقت بينهما قال وده أنا أصدق كلام زي ده شيخ بتكلم مع الطير أمش قدام لسا ده ده كمان كتاب عجيب شفت بتاع النصر العلمية دي ده والله غريب مرة واحدة ده فيه باب تطور الشيخ تعرف تطور الشيخ يعني شنو تدخل على الشيخ تلقاه شاب تمرك تجي داخل تلقاه عجوز في نفس الوقت بعد شوية تمرك تجي خاش تلقاه وسد الشيخ ذاته بتقلب زيته ومعنجر دي لك بتقلب براه الشيخ والله الذي لا إلى غيره هنا باب تطور الشيخ تاني بعد شوية قال باب استشفاع الملائكة بصالحي الإنس الملائكة اطلب الشفاعة من صالحي الإنس قال فيه شيخ اسمه عبد الرحيم المغربي ديابة من الطبقات الكبرى قال كان جالسا ومعه بعض الحواريين الجماعة الدراويش قاعدين معاه قال فنزل شيخ او شبح من السماء كر جنازل قال ثم صعد فقال له الحاضرون يا شيخ ما هذا الشبح او الشيخ قال له شي جنازل من فوق ده اطلع دشنو قال هذا ملك من ملائكة السماء وقعت منه هفوة فجاء يستشفع بنا إلى ربه فشفعنا له عند الله فقبل الله شفاعتنا فيه شيخ قال بيشفع للملائك هم ملائكة الله قال الله عنهم سبحانه وتعالى يسبحون الليلة والنهار لا يفترون وما بكيفه من التسبيح يعصوا الله كيف وقال لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال عنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال لا يسبقونه بالقول دينا الملائكة تي يا أخي تتقول يا أخي ملائكة ملك وقعت منه هفوة كلها لخبط والله الذي لا إله غيره أي زول يبقى صوفي ويعتقد العقائد دي والله ده من أضل خلق الله سبحانه وتعالى لأن الله قال في القرآن ومن أضل والروني قال من الأضل وكان هو يعلم سبحانه وتعالى أنه لا أضل من هذا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أضل مخلوق هل بعتقد في الشيخ العقيدة المخالفة للشريعة والمخالفة لدين الله سبحانه وتعالى وللعقيدة الصحيحة ويعاتر يناديو يا شخ فلان الحقنا ويا شخ فلان فزعنا ويا برع القوم ويا المكاشف ويا الصايم ديمة جيب لنا حليمة قال حليمة بجيب لك صايم ديمة وينه صايم ديمة ذاته وفارق الدنيا الله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وده مات وده مات ماتك لك في ميت الناس يفهموا كيف يا جماعة زول مات تغسلوا وتكفنوا ويشيلوا أربع أنفار ما قاد يتحرك يدخلوا جوة القبر ويدفنوه يعتروا ينادوه دي لسي فهمين شيء وإنت دفنته كيف تناديه تالي من دون الله سبحانه وتعالى والحقنا وبزعنا قال جل وعلا في القرآن ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم الصوفي الآية دي ما بصدقه والله أي صوفي أقبضه قل له إنت مصدق القرآن لو كاي قل له والله قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم شيء قدما بسمع رأيك شنو قل لك لا لا بسمع زولد غايت بسمع يا درويش الله قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لا لا زولد بسمع قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير والله إذا الشرك لا يغفره الله تعالى تعتر تنادي يا فلانا لحقنا ويا فلانا فزعنا ما بجوز في الشريعة لا راجل لا مرة والله وتمشد عرسلك مرة عقيدة في شيخ دي بتزلك دي مرة ما في أخر والله عقيدة في الشيخ تعتر إنت يخمو الزوجة جديد تزول سائقة من يدها ماشي في الشارع المرة تعتر تنادي له راجل تاني يا شيخ فلانا لحقنا معناه إنت شنو معناه إنت عتود ساير إنت معناه وبتحميه والله إنت لو زولش أدي حيالك ما كان المرة دي نادت راجل تاني لكن في نها الموضوع هذا طويل فما أفزول بيعلم الغيب والبيعلم الغيب الله براه سبحانه وتعالى ولا أفزول يجوز تناديه من دون الله وإنما تنادي الله جل سبحانه وتعجله على وحده الله براه قال تعالى والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق براه سبحانه وتعالى قال دي سورة الصفات سورة البعادة سورة صد قال تعالى في القرآن قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون كثير من الناس يعرضوا عن التوحيد خل عقيتك في الله تمام يا أخ دار قروش أسأل الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين دار رزق قل يا رزاق رزقني برزقك أحسن الظنب يا الله عندك زنوبك وعدبراك بالليل أقعد كذبة وإلا بالنهار المهم أقعد واستغفر الله وينكسر لها الله وعاهم في السماوات يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى شوف الملكوت العظيم ده يتضرع لها الله والجأله والله ترتاح جوه في قلبك ترتاح وتوه الله يغفر لك قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمة دار تتزوجة سأل الله قل يا الله زوجنيه بزوج ليك تقعد تكذب على الناس تكذب على البنات وتمشي تقع في المعصية وفي ما يغضب الله سبحانه وتعالى دار أيش أسأل الله دار جنة قول يا الله الديني جنة شنو تقعد كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل ما حل كباشي من غير مس قال المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس أتفل كم أدى طفل كباشي في كباشي بدي طفل الوهام الجاه شنو كباشي بدي طفل بدي طفل الله يا أخي قال تعالى في القرآن أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون والله الذي لا يلغيره وثنية من أكبر أنواع الوثنية وباسم الدين باسم الدين يخفي مغابر حمد النيل اجل خواجات اصوروا الناس صوروا الناس شوهوا صورة الإسلام الناس دين أستعى لك الله أنا أزول بيعبد لصنم أجي أدعاه أقول لي شنو أقول لي خلي حجرك دا تعالى أمسك في كبتنا الحجر دي يعني من حجر أمسك في حجر ولا أقول لي أمسك في رب البشر سبحانه وتعالى خلي عقيدتك في الله صحيحة ناس غريبين والله زول مات شنو ساوي اللي أوضة بفوق زول مات عزابة ما لاقين يتزوجوا لا في فين زي ما لاقين لهم محل يتزوجوا فيه زول مات تبني له أوضة وبعد اللي أوضة ساوي ليه باب وترباس وساوي ليه طبلة شفوا الوهم دا وزول ميت ساوي ليه طبلة ليه دا بيمرو كيبقى مارك ولا شنو ومطبول ينادوه أبويا الشيخ الحقل ومطبول ذاته كده فتح للباب أول شي وجوه القبر يمرو قليك كيف والله شفت مغابرنا دي قلبي دفنو تاني لو حي ما بيمرو شفت ديل قامي شفوا المغابر بعملوا شنو دا بحفروا لك المطمورة ودى لحد ومكفا ودخلوك بجنبه وجيبوا الطوب تقيل واحد سأله نفسه قائل اخدت الطوبة رسوا لك الطوب دا ببزاج وجيب ليسوك شفت تمام وفي واحدين بره بتاعين تنظير قل له في نفس هنا في نفس هديه ليسوك تليس والله هنا فس ما اكتموك شفت جوه تاني لو حي تفرفر لما انتموت جوه وجيبوا التراب فوق وبعد التراب يرشوك بموية وبعد دا باني اللي فوق وبعد دا يقول لا الحقني وقلت زول ما تفون جوه يلحق كيف انا داري عارف الزول دا يمرو كيف يلحق كيف دا كله هوا سياخي والذي رفض على السماء جو زول ما يدلو وقفت جنب القبر قلت لا افلانا كلنا باصطة ما بقول لك قول الحمد لله دا ما بيسمعك ذاته خلي في اخر الدنيا تعطر تنادي يلحث من المحن وكذا il mixed محن الو في يديه والله زولك البتنادي ودخل حسن وما بعرف مصير شنو زولك البتنادي في ودا ويا ودحسونة من المدفونة هدفنا منه ذاته ودفنوا شنو ذاته وادحسونة شنو بتعه مدفونة ومن المدفونة وفي العلفون الاسرع من التلفون يزو الاسرع من التلفون يا اخي يا اخي ألجأ الى الله سبحانه وتعالى. نازل يتوحد الله. نازل عقيدتها تبقى في الله. اي دعا الحجاب يا اخ ما تعتقد في حجاب يا اخ. تزول قدر الضربة تعتقد لك في حاجة قدر الطبلة خاتيها في يدك يا اخي. خايف. تقول يا اخو والله انا كان قلعت الحجاب بالطقاني عقرب. وتلقى عاتي كان طقته عقرب لا ترى بتسول اشي. ده لابس له حجاب. وزول تلقى ضعيف. نحيف. وتلقى موحد. والله تلقى ضعيف. لم علق حجاب. لا تراب يسفه. ناز دروشة. زول ان لقى يا اخي طفله يسف في التراب. طفله يسف في التراب يجي يقول له. كاكا. كاكا يعني ما تاكله كعب التراب. يقول له ولده كذي. بعد شؤال ولد اكبر القابو بسف في التراب ذاته. تعال قبة. يعني يقول لك شنو ولدك ده برضو يقول لك كاكا ولا يسوي لك شنو يعني. انت بتا اخي ما تخلي عندك عقل. زول يعتقل في تراب يا اخي. يتمسح به. زول نظيف. يتمسح بالدهن ولا يتمسح بتراب. شغالي بتراب وبركات فلان. بركة ولا كابتن ماي ما في بركة في ديل ما فيهم بركة. ديل الدعاة الشرك ما فيهم بركة. والله الذي لا الى غيره. خلي عقيتك في الله صحيحة. وحد الله جل وعلا. ناس يا اخي كذبه. ده بتاع الختمية. وانا اختم لك به لانه الزمن مشى. وابعد شو اش الذي قد تكتم. ان شاء نبقى معك واضح. ده زول عليك الله شو وصو في هذا اللي بيكذبه كيف. وشكله في نفسه شكر. ذاته يحيرك مرة واحدة. صفحة اثنين وتزعين. ثلاثة وتزعين. ولا ادي جايطة مرة واحدة. يجبتونا بيجايك كيف ذاته. طيب. الله يهدينا وهدينا. طيب. زبتها يا زبت. زبتها المكرفونة. الله يهدينا وهدينا. يمكن عند الله هنا احسن منا لكن الله يتوب علينا وعليهم. طيب. صفحة اثنين وتزعين لا تلاتة وتزعين. ده بتاع الختمية. شاء تعرف الناس ديل. مجار مو كالضابين باسم الدين. والله الذي لا الى غيره. قال. رضوانك الله. قال كذب. رضوانك الله في الآزال لم يزلي على ختام مقام ساده الأولي. ومشى مشى مشى مشى. لحد في النهاية يتكلم. مشى مشى. طيب. دي صفحة اثنين وتزعين. تمش تمش صفحة مية خمسة وعشرين. في النهاية جابة كبيرة مرة واحدة. قال. قال. دي قصيدة شطحية. في مدح. قال واحد من سادة الصوفية بمدح ذيون. قال. رضوانه الاكبر الذاتي ورحمته عليه منه بابكار وآصالي. الحمد لله وهو المنعم الوالي. ما ترجمت بعض حالي ألسن قالي. انا الامام والزودة بشكر نفسه. كيف? والله قال. فلا تزكوا انفسكم واعلى مجنو بمن اتقى. قال. انا ابشكر شيخه. انا الامام المبين. العالم العلم. العقل النزيه الشبيه الشامخ العالي. السيد السند. الطود الذي سجدت. ملائك الملك الاعلى لإهلالي. ما زلت ارتع في ميدان طاعته. وذكري ابدا في كل احوالي. مراقبا ذاته في كل مرتقب. حتى ظفرت بما راغبت في بالي. فكنت عين. شوف الكلام ده خطير كيف? عليك الله ركز فيه. قال. فكنت عين وجود القدس في أزل. يسبح الكون تسبيحا لإجلالي. فالعرش والفرش والكوان أجمعها. الكل في سعتي مستهلك بالي. فكل فضل سمى في الكون مرتفعا. فإنما هو من مني وإفضالي. وكل علم لدني حوته قلوب الراسخين. فرشح فاض من حالي. ما في حاجة مع علم لدني تعصوا فيه ده. ويعلموا الغيب ويلخبتوا الدين. ده ما في الدين. في دين الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. مشى 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 لحد ما قال شنو. قال. واستمسكوا بعرى. بعراء قال. بعراء مش بعراء. بعراء لم فصام لها. واستوثقوا بمقاليدي وأذيالي. فمن تمسك بي. بالشيخ. فمن تمسك بي. أو حل في حرمي. نال المرام بلا ريب وإشكالي. أنا الجليس على العرش المحيطي. كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. والله الذي لا إلى غير. قال أنا الجليس على العرش المحيطي. كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. ما في زول بيحلم الغيب. ده الناس كذبة. عشانت لما تروح منك شيء. تمش ليه. أبوي الشيخ شوف ليه الرائحة وين كذب والذي رفع السماوات. ما والأفاك. لا تنادي شيخ. لا تمش ليه شيخ. خلي عقيتك في الله. براو. لأن الله قال في القرآن يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والأمر يوم إذن لله. وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدها. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة شنو. فاردها. تمش لها الله براك. إياك تمسك لك في شيخ. وأنا في الطريقة الفلانية. والطريقة العلانية. قادرية. ختمية. تجانية. سمانية. تزعينية. قزنزانية. كل طرق ضالة. كل منحرفة. ما تبقى مع أي جماعة. ولا أي حزب. قال لك ذو الحر. وذو المؤمن. وحد الله. جد على الحجبات. كشح التراب بتاع الشيخ. ناس مهووسة. ذو الكيلو بتاع السكر باثنين وعشرين جنيه. سكر. تشربه باثنين وعشرين جنيه. وربعراته بتاع تراب بخمسين جنيه. هس ده فهم. تراب يسفوه. قولك ده جبناه من بركة فلان. ياخي برك فيك فيل يدمرك مرة واحدة. ياخي بتلعب بيدين الله. فلذا الموضوع ده طويل. وحد الله واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. وحافظ على الصلاة الخمسة. خليك زون مستقيم. وزون دغري. وسبح الله كثير. والجأ الى الله سبحانه وتعالى. ومدخش بنات المسلمين. عميش عديل دق الباب. قول له ابوه انا بيتك دي دائرة. اداك شاكوش اكل وابقى مارك شوف التانية. عرسوها ليك ازوجه وتعال وعدت والنس معاه. ما بزو سالك اكل منقى سوا. اكل منقى وديها العظم. وابقوا ماركين. الموضوع ده طويل. اذا مد الله في العجال نحن تاني من نجي. نذكر الناس جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.